ان شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يكون قادر على تعقيق كل الانصارات لإسعاد جماهير النادي الأهلي في كل مكان خبر آخر بقى متعلق بفكرة التطوير وفكرة إزاي ترتقي بمدربة النادي الأهلي سواء بالنسبة للنشاط الرياضي أو بالنسبة لإخطاء النشئين الجزية دي مهمة جدا عشان تعرفوا النادي الأهلي بيشتغل دايما على كل الملفات وفي جميع الاتجاهات بشكل طيب جدا المؤسسة الحديثة للتنمية وتطوير التعليم موجودة في النادي الأهلي خلال الساعات الجارية لتقديم محاضرات من خلال محاضر وشخصية ألمانية مهمة جدا ومحاضر في الاتحاد الألماني لكرة القدم السيد كريستوف انريش كريستوف انريش هو محاضر في الاتحاد الألماني لكرة القدم موجود في النادي الأهلي خلال هذه الفترة من خلال المؤسسة الحديثة للتنمية وتطوير التعليم لكي يقدم محاضرات مهمة جدا لمدربي النشاط الرياضي وأيضا كمان مدربي قطاع النشئين الهدف من خلال هذه المحاضرات الارتقاء بمدربي النادي ضمكمه على الشاشة صور ولقطات حية النهاردة كانت في مقر النادي بالجزيرة بخصوص هذا الإيفنت وهذا الحدث النادي الآلي بيستضيف الخبير الألماني كريستوف أونريش خبير التدريب والتخزية بالاتحادات الرياضية الألمانية ومستشار الاتحاد الألماني في كأس العالم 2006 للقاء عدد من المحاضرات التسقفية لمدربي قطاع النشئين لقرة القدم وقطاع النشاط الرياضي النهاردة كان يوم الأربع كان الموعد في المحاضرات اللي أقيمت في مقر النادي الآلي بالجزيرة مع مدربي النشاط الرياضي يوم الجمعة إن شاء الله هيكون مع مدربي قطاع النشئين الهدف الارتقاء بمدربي النادي في كل القطاعات الرياضية لن نتكلم على طرق التدريب أساليب الإدارة في العالم وانت جايب هنا بقى محاضر في الاتحاد الألماني وللعلم الاتحاد الألماني من أعظم وأقوى وأفضل الاتحادات القروية في العالم الاتحاد الألماني من الاتحادات اللي بتعمل خطة طويلة المدى وبتعمل محاضرات مهمة جدا يعني اللايسنز اللي بتاخده من الاتحاد الألماني قيمته ممكن تفوق الاتحادات كثيرة جدا سواء في أوروبا أو في أسيا الاتحاد الألماني اللايسنز البرو اللي هو البروفيشنال أو اللايسنز اللي هو التدريبية الخاصة بالمدربين عشان يقدروا يشتغلوا أنت لو معاك اللايسنس البرو أو اللايسنس الاتحاد الألماني الرخص التدريبية تقدر تشتغل في أي مكان في العالم فبالتالي لما يجي لك محاضر في الاتحاد الألماني لكرة القدم وضمكه على الصورة طبعاً السيد كريستوف إنريش ده ليه مغزى وليه معنى كبير جداً بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة أيضاً كمان ليه المحاضر في الاتحاد الألماني السيد كريستوف إنريش للنهاردة وصف حضوره في النادي الأهلي أنه وسعيد جداً وفخور ويقول له أسرته إزاي كان ليه دور جدا دور مهم جدا داخل النادي الأهلي عشان يلقى أو يقول محاضرات مهمة جدا بالنسبة لمدربي القطاع والنشاط الرياضي في الفترة الحالية وقال أنه سعيد كمان ومبسوط أنه هو التقى وشاف أساطير النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة وكان ليه لقاء وزيارة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أيضا كمان لفت أنظاره ولفت انتباهه دولاب البطولات في النادي الأهلي قال لك حجم دولاب البطولات ده أنت معنا أنت كل يوم بتفص ببطولة يعني كل يوم أنت كنادي قالي بتخسك كاس حجم البطولات وبطولات قرية احنا مش بنتكلم على بطولات قطاعات أو بطولات داخل الجمهورية لا احنا بنتكلم على بطولات قرية دور أبطال كونفدرالية ميدالية كاس العالم الأندية المركز الثالث عدد كبير جدا من بطولات الدور والكاس والسوبر فقال لك أنا فخور جدا أن أنا شفت نادي بهذه القيمة وهذا القدر بيحتوي في دولاب بطولات على كل هذه البطولات ووصفها النهية وكأنك أنت كل يوم بتفوز ببطولة لو أتكلم على كروستوف إنريش المحاضر في الاتحاد الألماني ده درب العديد من اللاعبين يعني ببص على السيرة الذاتية لما عملت سيرش على اسمه تتخيلوا درب ميروسلاف كلوزا، سامي خديرة، ماريو جوميز، توني كروز قدامكم طبعا في الصورة هي طبعا المؤسسة الحديثة للتطنمية والتطوير التعليم بتكرم الكابتن محمود الخطيب ومنحه درعي خاص كمان احتفاء وتكريم الله على رحيته وعطاءه مع كرة القدم باعتباره أحد أساطير القرى العربية والإفريقية وفي نفس الوقت كمان النادي الأهلي من خلال رئيس مجزرة كابتن محمود الخطيب كان بيكرم وفد المؤسسة الحديثة للتنمية ومستشار الاتحاد الألماني على ضرهم في تطوير التعليم والارتقاء بأداء المدربين في الاتحادات الرياضية بشكل عام بشكل عام طبعا ده حاجة شيء طيب جدا ودرع النادي الكابتن محمود الخطيب قدامك هو في الصورة قبعا ادى الدرع للدكتور أو أهدى الدرع للدكتور على بركات رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة والدكتور مارجري تروب نائب وزير التعليم الألماني والكبير الألماني كريستان أونريش والدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي السابق شوفوا قدر وقيمة الرموز اللي كانت موجودة النهاردة في الإدارة وفي التعليم عندك النهاردة كان دكتور محمد النشار وزير التعليم العالي كان موجود وزير التعليم العالي السابق كان موجود النهاردة لان طبعا كمان دكتورة مارجري تروب نائب وزير التعليم الألماني موجودة في النادي الأهلي قيمة ومكانة كريستوفر كريستوف انريش المحاضر في الاتحاد الألماني ازاي يكون موجود في النادي الأهلي عشان يكون حريس يدى محاضرات بتتكلم بقى في إطار ان الاهلي بيرتقي بالمدربين وبيشتعل على فكرة الرخصات التدريبية وازاي المدرب او ازاي المسؤول عن اخصائي التأهيل ازاي يعرف الجديد في اصابات الملاعب ازاي يتعامل مع اللاعب سواء لاعب ناشئ او لاعب كبير في موضوع التخزية فكرة تدريب وقدامك وهي طبعا احدى الندوات والمحاضرات النهاردة اللي استمرت عدد من الساعات الزمنية عشان تقدر في النهاية تدي محاضرة فيها كل التفاصيل اللي تقدر تفيد مدربي النشاط الرياضي ومدربي قطاع ناشيني ان شاء الله يوم الجمعة الجلسة النهاردة شهدت خضور طبعا كل من الكابتن جوهر نبيل عضو مجلس ادارة النادي العميد محمد دامورجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي الاستاذة حنان الزيني مدير متابعة الترخيص واللوايح بالنادي الدكتور علاء بركات رئيس مجلس الامناء للمؤسسة الحديثة للتنمية وتطوير التعليم الدكتور مارجري تروب نائب وزير التعليم الالماني والدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي السابق والدكتور ياسمين يوسف خبير التعليم الدولي ان شاء الله خلال الفترة القادمة من خلال هذه المحاضرات والندوات وده جزء مهم جدا النادي الاهلي بيقوم به عشان يقدر يطور من فكرة ازاي ترتقي بمدربينك في مسألة التدريب والتخزية وإصابات الملاعب والتأهيل لان ممكن في لحظة من اللحظات او من اطار اللي انت عايز ترتقي بهذه الجزئية ممكن تبعت مدربين ياخدوا كرصات بره او ياخدوا محاضرات بره عشان يستفيدوا بالتطور اللي بيحصل في العالم كله لكن انت عملت خدمة النهاردة مش هقول 5 ستارز عملت خدمة 7 ستارز جبت اكبر واقوى محاضر في اوروبا في الاتحاد الالماني لكرة القدم موجود في النادي الاهلي عشان يقدم ده لمدرب النادي الاهلي ده بالتأكيد وبالتبعية هي كله تأثير بقى ايجابي على المدى البعيد بالنسبة للمدربين مع الفرق سواء فرق النشاط الرياضي او بالنسبة لقطاع الناشئين في الفترة اللي جاية خاصة القطاع الناشئين وفرق كرة القدم في النادي الاهلي عشان في النهاية محتاج توصل لمرحلة انك نادي محترف بنسبة 100% بتحقق من خلال هذه الاعمال وهذه الملفات او هذه الملفات انك بتوصل لمرحلة عندك كل المعايير اللي بيطلبها اي اتحاد قري او اتحاد دولي في مسألة الامور الاحترافية في تأهيل المدرب في الرخص التدريبية والقرصات اللي بياخدها المدرب والشهادات ايضا اللايسنز اللي بياخدها المدربين وكمان ده ما ينعكس باقي جابين على الملعب مع فرق النشاط الرياضي وقطاع الناشئين وكمان الفريل اول لقرة القدم خلال الفترة اللي جاية ايضا كمان خبر اختم به هذه الجزئية نهاردة كمان كان في وفد من شركة تي يو في استريا دي كانت موجودة نهاردة في النادي الاهلي للقيام مبرأبة سلامة الغذاء والمياه في المنافذ المختلفة داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد نهاردة كان فيه فيه امور كتيرة جدا داخل النادي الاهلي والجلسات دايما مستمرة ولو تغضي ملكوا قوي من نقطة مهمة واحنا بنتكلم على المؤسسة الحديثة للتنمية وتطوير التعليم وشغل مع قطاع ناشئين وشغل مع الالعاب النشاط الرياضي ليهنا كابتن جوهر نبيل ولليهنا كابتن محمود الخطيب بنتكلم في امر متعلق بمراقبة الصحة والسلامة وأمور متعلقة بنحية خدمية داخل مقر النادي الاهلي في الجزيرة هتلاقي فيه ملفات اخرى مع اعضاء مجلس دارة اخرين قدامنا طبعا المهندس خالد مرتاجي عضو مجلس الادارة الاستاذ خالد الدرندلي امين السندو دكتور محمد صراج الدين طبعا عضو مجلس الادارة في حضور طبعا عميد محمد مرجاني المدير التنفيذي لنتكلم بقى في امور كل واحد عارف ملفاته بيشتغل عليها الجزء الخدم ده مهم جدا من اجل اعضاء النادي الاهلي كمان في حضور الاستاذ خالد مرسي مدير مقر الجزيرة الاستاذ محمد الالفي مدير الخنمات وحضر عن الشركة المهندس عثمان محمد عثمان قدام قهوف الصورة اللي بجوار دكتور محمد صراج الدين النهاردة هو كان موجود رئيس مجلس الادارة في حضور كمان نائبه المهندس محمد توفي والاستاذ سهام بدير المسؤولة عن تنفيذ العاد والاستاذ اسامة السيد ابراهيم مدير تطوير الاعمال بالشركة ودي كانت صورة جماعية بعد إبرام التعاقد والاتفاق مع الشركة في الفترة اللي جاية من اجل تقديم افضل الخدمات لأعضاء النادي ودمان اتباع احدث المعايير العالمية والعلمية في امرأبة الصحة والسلامة الغزائية بالنسبة للنادي الاهلي خلال الفترة القادمة اذا الكل على قدم وصاق بيشتغل في جميع الملفات وجميع الاتجاهات سواء في الناحية الرياضية كنشاط رياضي ناحية القروية الفريب يستعد المباراة النجم الساحلي ملفات بالنسبة لتطوير فريق القرى في الفترة اللي جاية ان شاء الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي ورسالة اخيرة قبل مخرج الافاصل والفقرة الحوارية في برنامج الاهلي الليلة فيه كلمة مهمة جدا ورسالة مهمة جدا كل هذه الاعمال وكل هذه المجهودات بالتأكيد مهم جدا دور جمهور النادي الاهلي في الفترة اللي جاية دايما جمهور النادي الاهلي هو الحامي والحمى لكيان النادي الاهلي دايما جمهور النادي الاهلي عارف امتى يكون واقف في ظهر الكيان وعارف امتى النادي الاهلي محتاجه في الفترة اللي جاية ودائما جمهور النادي الأهلي عارف ده ودائما جمهور النادي الأهلي بيقف في ظهر الفريق في أي وقت والتوقيت في الفترة اللي جاية محتاجين كل عنصر وكل فرض من جمهور النادي الأهلي يكون موجود لمسندت ومؤسد